مسؤول الإعلام والاتصالات في منظمة اليونسكو بالعراق الدكتور ضياء صبحي السراي أهلا بكم دكتور ضياء دكتور ضياء فكرة مشروع كسر حاجز الصمت متى بدأت؟ تحية طيبة لكم والجمهور فضائيتكم الكريم وشكرا لإتاحة هذه الفرصة حقيقة مشروع كسر حاجز الصمت بدأ عام 2018 بتمويل من السفارة الهلدية في العراق وبشراكة منظمة صحافة حرة بلا حدود الهولندية وهذا المشروع استهدف ثلاث أسس مهمة جدا للصحافة والإعلام وحرية التعبير عن الرأي في العراق الأولى هي السياسات التنفيذية تتعلق أو قدر تعلق الأمر بالسلطات الأمنية وقوات إنفاذ القانون الثاني هو مع القضاء العراقي وهيئة الإعلام ومفوضية حقوق الإنسان والثالث مع مجلس النواب العراقي فيما يتعلق بالتشريعات الضامنة للحقوق والحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي نعم ربما أشرت ضمنيا دكتور ضياء إلى جانب من أهداف ذلك المشروع مشروع كسر حاجز الصمت لكن بيودنا أن نستفهم أكثر أو نستوضح أكثر يعني ما الهدف من هذا المشروع أشرت إلى أسس ثلاث نعم ابتداء هناك لدى الأمم المتحدة وتحديدا منظمة اليونسكو المعنية بقطاع حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفين جملة من المؤشرات التي تتسق وتغطي أكثر من سبعين مؤشر فرعي وثانوي نصفها يتعلق بحماية وسلامة وأمان الصحفين والنصف الآخر يتعلق بمكافحة الإفلات من العقاب لقتلة الصحفين والمعتدين والذين يهددون حرية الصحفة وحرية التعبير عن الرأي في العراق تم تصنيف أن هناك أكثر من 500 حالة قتل طالت الصحفين العراقيين منذ عام 2003 وحتى الآن وهذه الحالات الكثيرة جدا لم يضبط سوى 19 قضية فقط الجنات في هذه القضايا نسبة الإفلات من العقاب لا تزال مرتفعة جدا إلى الجانب الآخر هناك جملة من التحديات والمخاطر التي يواجهها الصحفيون في العراق هذه المخاطر والتحديات تبدأ من الفضاء الطبيعي والميداني ومنغصات العمل في الميدان وما يعيق الصحفي من أداء التغطية العلامية وصولا إلى المخاطر الرقمية يعني التهديدات عبر الفضاء الرقمي والأنترنت ومحاولة التخويف ومحاولة الابتزاز ومحاولة اسكات الصحفيين والإعلاميين والذين أيضا يعبرون عن رأيهم عبر منصات التواصل الاجتماعي كفاعلين ومؤثرين اليونسكو ارتأت أن تفتح وتتيح الفرصة وأن تتعامل وتجسر العلاقة ما بين السلطات الثلاثة في البلد وبين الصحفيين والإعلاميين بشكل يدعم صياغة تشريعات وقوانين تنظم حرية التعبير عن الرأي حرية الصحافة بطريقة صحيحة وبطريقة تتماشى مع المعاير الدولي على الجانب الآخر هناك إطار تنظيمي تقود هذا الإطار هيئة الإعلام والاتصالات يفترض أن يكون هناك عمل على هذا الإطار ووضع مساقات صحيحة لأسس التنظيم الإعلامي والصحفي في العرب إذن هي جزء هيئة الإعلام والاتصالات دكتور ضياء هي جزء من الجهات المشاركة في هذا المشروع هي جزء من الجهات المستهدفة بالمشروع هناك فرق بين أن تشارك وأن تكون مستهدف الهيئة معنية ومسؤولة اليوم بأن تسهم في تنمية قطاع الإعلام في العراق بما يدعم المؤسسات الإعلامية بما يدعم الصحافة والإعلام لكن بطريقة وفق ما مقر في منظمات وهيئات دولية مناظرة لها وبالتالي نحن نسعى وندفع الهيئة من أجل أن تلعب هذا الدور لكن بطريقة تدعم حرية التعبير لا تقيد حرية التعبير أو تضع محددات على عمل الصحفيين والإعلاميين جهات أخرى مستهدفة دكتور ضياء بهذا المشروع بالضبط هناك مجلس القضاء الأعلى الذي أبدى مرونة كبيرة منذ العام الماضي وحتى الآن عبر تأسيس محاكم النشر والإعلام نحن ماضون حالياً مع مجلس القضاء في خطوات مهمة جداً من أجل صياغة إطار جامع وشامل للمراجع الخاصة بحرية التعبير عن الرأي وكيف يمكن للقضاء في محاكم النشر أن يتعاملوا مع قضية حرية التعبير هناك توجيه صدر من السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى قبل شهر تقريباً لكل قضاة محاكم النشر وقضاة محاكم التحقيق أن يكون بينهم مجلس خاص لمناقشة القضاء المراعي لحرية التعبير عن الرأي الجهات المستهدفة أيضاً بالمشروع مجلس النواب العراقي إضافة إلى الوزارات العراقية المعنية أما المنتفع فهو المجتمع الصحفي والإعلامي دكتور ضياء الشيء بالشيء يذكر أيضاً هناك حزنة من الإجراءات ربما اتخذتها حكومة والقرارات كذلك اتخذتها حكومة السيد السوداني بتوصية من هيئة الإعلام والاتصالات نتسأل هل من المبكر تلمس أثار ذلك أم تلمستم ذلك الأثار سريعاً؟ حقيقة نحن لدينا إلى حد ما تحفظ هذا التحفظ حول ما صدر من قرار مؤخراً وفي اليوم الوطني لعيد الصحافة العراقية حيث وجه دولة رئيس الوزراء بأن تسهل نقاط التفتيش والقوات الأمنية عمل الكوادر الصحفية والإعلامية الحاصلة على ترخيص من هيئة الإعلام والاتصالات الكوادر الصحفية لا يوجد ما يوجب أو يخول هيئة الإعلام والاتصالات أن تمنح تراخيص للصحفيين والإعلاميين لكي تسهل القوات الأمنية مرورهم وعمل التغطيات الإعلامية الدستوري العراقي في المواد 38 ومواد أخرى كفلة للصحفي حرية العمل الصحفي دون الحصول على ترخيص هناك القوانين العراقية أيضاً النافذة إضافة إلى أن هيئة الإعلام والاتصالات هي معنية بتراخيص البث والإرسال الترددات هي معنية ببنح ترخيص التردد للإذاعة والفضائية لكن ليست معنية بأن تمنح ترخيص للصحفي لكي يمر في نقطة التفتيش نحن نسعى مع هذه الجهات الصحفية والإعلامية ومع جهد الحكومة وجهد القضاء والداخلية إلى أن نرفع آثار كتاب عمليات بغداد الذي ألقى ثقلاً وعبءاً كبيراً على كاهل الصحفين والإعلامين هذا الكتاب ألغي عام 2015 ولم يعد الصحفي والإعلامي مطالب به لكن إلى الآن للأسف نقاط التفتيش ورجال الأمن يمنعون الصحفين من ممارسة التقطية الإعلامية أو حمل كاميرات ويطالبونهم بكتاب عمليات بغداد الملغى عام 2015 إلى الآن نحن نتحت عبء هذا الأمر لذا نحن نطالب ومن خلال فضائيتكم مكتب السيد رئيس الوزراء في عادة النظر بالقرار الذي صدره والذي خول هيئة الإعلام والإتصالات منح ترخيص للصحفي حتى يستطيع المرور عبر نقاط التفتيش والمفارز الأمنية نضم صوتنا إليكم دكتور ضياء مسؤول الإعلام والاتصالات في منظمة اليونسكو بالعراق الدكتور ضياء صبح السراء شكرا جزيلا لكم من انضمامكم إلينا